الدنيا ليه اللي وانا جعان وصراح مكديبش عليكم نفسك والميكرونة بالويت سوس فعاد تقلب كده لحد ما اكتشفت ان الميكرونة دي كانت جايلي هداية وكدت نسية فقمت مالي حلها وحطتها على النار وسبتها لحد ما تغلي وقمت جايبت لي شوية مشروم انت ممكن تستعوضوا بالفراخ عادي جدا علومهم قطعينه وجايبين فصين توم وفرمينهم فرما نعم واي حل عندنا على النار هنقوم نزين بشوية زيت وعليهم معلقة زبدة علومهم اديين تشويحة للتوم بتاعنا واول ما التوم يبدأ يغطله لون هنقوم نزين بالمشروب بتاعنا لحد ما يتبل معانا حوالي ديئتين تلاتة انا في الفيديو ده هقولك ازاي تعمل الويت سوس من دغير ما تستخدم كريمة طبخ علوم نزين بمعلقتين دي وعليهم كبايتين لبن ولو انت عايز تعلي التست شوية تقوم جايبين معلقتين كريمة لباني بس يريد ان تعمل الحركة دي عشان الكريمة ما تجبنش معاك علوم اقلبين كل حاجة مع بعض مع معلقة ملح وفلفل اصمر وشوية بابريكا وشوية زعتر وفي الاخر كده بقى ايه رشة روز ماري هتدي طعم حلو جدا علومهم سايبين ويتسبب كده حوالي ديئتين تلاتة والحد ما المية تغلي علوم نزين بشوية ملح وسالقينا الماكرونا بتاعتنا الماكرونا الفيتشيني دي بتاخد لها حوالي خمس دقيقة سالة علومهم صفينا الماكرونا بتاعتنا ونزين بياها الخلطة اللي احنا عملناها ومع نص كوبة من ميت سالق الماكرونا وعلى نار هادية جدا نقوموا مكسين كل حاجة مع بعض بعدين هنقوموا قفلين النار وحطين الجبن المتزرلة ونقلب كل حاجة مع بعض هقول لكم ليه قفلنا النار عشان الجبن ما تفصلش معنا وبس كده احنا خلصنا نقوم جابين الطبق بتاعنا وغارفين كده على قدينا بحوالي طبق مع رش كده بعدونت في الاخر وبس كده احنا خلصنا ولو انت عايز تعرف انا بعمل منتاج ببرنامج ايه فانا سايب لك لينك في اول كومنت او لينك في البايو وبس كده وزي ما